نحن نقول تعليم المسيح ذات قيم عالية جدا وبعض الناس تتهمونا كيف نطبق هذه الحقائق في عالم متنمر نرجع للإصطلحات متأسد متوحش كاسر كيف نعمل هذا الشيء أنا عاوز في المرحلة قدامنا عشر دقائق نحكي أنه فعلا الرسل اللي كانوا خايفين هم أصبحوا يواجهوا الموت خلينا نحكي عن الرسل لما نقرأ في صفر الأعمال بصفة خاصة يا خنزار تاريخ الكنيسة الأول وإنه زي الرسل تعرضوا لإضطهاضات وحبس وتنكيل وتعذيب وكلام زي كده والكتاب يقول إيه لضر أنهم تشتتوا فالكتاب يقول الكلمة حلوة والذين تشتتوا جالوا مبشرين بالكلمة هو ده ليه لأنه لأنه الإيمان المسيحي لما بناخد معرفة الله الحقيقية ويروح القدس الساكب في حياتنا وما نقدرش تكون تينت ما نقدرش نحتفظ بيه أنفسنا بنلاقي روحنا في فورة وثورة علشان نشارك هذا الفرح وهذا السلام الذي يفوق كل عقل اللي احنا استمتعنا به مجرد أن احنا قبلنا بالإيمان عمل المسيحي الكابل على الصليب عاوزين نشاركه مع الآخرين الآخرين بيرفضوا بيقوموا بيحبسونا بنستمر لدرجة أنه سفر الأعمال لما الرسل اتكلم على حبوا يطلقوا صراحهم في أعتقد أربعة في أعمال كمان خمسة خمسة أعمال خمسة بيتكلم أنه السلطة الدينية كانت خايفة من لتوضيح الأمر نفس السلطة الدينية اللي حكموا على المسيح بالصلب وفكروا أنه خلاص قضوا على الحركة بالزبط فجأة يشاهدوا تلاميذ كانوا خايفين مرعبين فجأة مليانين بحضور إلهي بقوة وبالحقيقة يعني زي ما يعني حكموا على المسيح لأنه شافوا حتى معجزات إقامة ألي عازر في هاتح المولود أعمى بطرس ويحنة في أعمال ثلاثة أقاموا كمان واحد مقعد من بطن أمه فشافوا أنه الرسالة مستمرة وأنه كلام المسيح فعلا ويشهدوا عن قيامة يسوع المسيح بالزبط وراحوا برضو ضربوهم وطلبوا منهم أنه ما يتكلموا عن هذا الإسم وهي الفكرة أنه نفس المجموعة وهي المجموعة نفسها اللي أرسلت شاول الترصوصة أيها علشان يضطهد كنيسة دمشق وهو يوقف أمامهم للمحاكمة كمان بس للتوضيح ده صحيح عشان كده السلطة الدينية وللأسف السلطة الدينية بتسيطر حتى مرات كثيرة على السلطة السياسية وبتخلي القوانين فيه اضطهات في القوانين في القوانين الوضعية لكن هذه كلها تمنع كلم الشهادة لأنه لأنه رسل قالوا لهم حاجة وصوهم أو عطنادوا بهذا الإسم تاني طلعوا لجيهم في الهيكة اللي بيعلموا فقلوا مش نحن نقول لكم لا يعني ما ينفعش يعني نسمع لكم وما نسمعش الله اللي ينبغي ينبغي أن يطاع الله أكثر من الناس ينبغي أن يطاع الله أكثر من الناس يا مؤمن يا مسيحي يا حقيقي يا اللي خايف أنك تضطهد لا تخف لأنك تشهد بالإله الحي اللي صنع معجزة إقامتك من الموت الروحي وأعطاق حياة أبدية عشان كده مش مفروض نخاف